بعد الإعصار المدمر الذي ضرب الفلبين يتحرك المجتمع الدولي لتقديم المساعدات للمتضررين اليابان بعثت بحوامة عسكرية راست على أحد الشواطئ الفلبينية وعلى متنها فريق من قوات الدفاع الذاتية لتقوم بأغاثة المنكبين ورغم أن العملية ذات طبع إنساني إلا أنها تعتبر حدثا تاريخيا فعلى بعد أقل من عشر كيلومترات من مكان الهبوط يكمن نصب تذكري في ذكرى الحرب العالمية الثانية لهبوط القوات الأمريكية لتحرير الفلبين من القوات اليابانية هيروشي إيتو ملازم مع قوات الدفاع الذاتية البرية وعضو في فريق التبخير يرى أن اليابان لديها الخبرة لمساعدة الفلبين حقا يؤلمني أن تكون الكوارث الطبيعية بهذه الفضاعة كما حدث في زلزال اليابان وعليه فسيكون الأمر رائعا بالنسبة لنا كيابانيين إذا ما تمكننا من استخدام خبرتنا لمساعدتهم ورغم أن الحصرة تحسد الفرحة من على وجوه الفلبينيين إلا أن هناك من يريد أن يرسم ولو لوحة أمل بسيطة الاحتفال بعيد الميلاد هو تقريد ضارب بجذوره في جزر الفلبين وهذه المرأة وابنتها اهتدتا إلى وضع شجرة العيد لإعادة البسم لوجوه الأطفال الفكرة هي لابنتي بعد مرور ثلاثة أيام على الإعصار وكانت شجرة عيد الميلاد تحت الأنقاض فأخرجتها وثبتتها بعد سقوطها ويبقى لسان حال هؤلاء الأطفال ما أذيق العيش لولا فسحة الأمل هيا قمبكنا ناتوبك ترجمة نانسي قنقر